نجتمع اليوم لنشهد على قصر جديد من قصور التمييز والعنف الذي يمارس على النساء من خلال قوانين الأحوال الشخصية القضية ليست قضية ريتا وحدة ولو أن لقضية ريتا نكهة خاصة بتفاصيلها لكن قصة قوانين الأحوال الشخصية والتمييز ضد النساء تتكرر كل يوم تتغير أسماء النساء لكن القضية نفسها هي قضية ريتا ونور وميرنا وجيسيكا وقاطنة وغيرهن الكثير لبل هي قضيتنا جميعاً كنساء تحكمنا قوانين أحوال شخصية تمييزية ذكرية تضع المرأة في موقع التباعية والخضوع للرجل وإلا اعتبرت ناشز منذ فترة طويلة بدأنا حملتنا على قوانين الأحوال الشخصية التي جعلت أحوالنا تحت الزفر ومستمرين لرفع غلاف الخصية الدينية التي تتستر خلفه ذكورية هذه القوانين الناشزة هذه القوانين التي تسمح بتزويج الطفلات وتحرم الأم من حضانة أطفالها ولا تعتبرها أهل الوصاية أو البلاية عليهم فهذه الامتيازات هي حكراً على الضفور حتى لو كان هذا الذكر غير أهل لهذه البلاية أو البصاية فلو كان سيء الصمعة أو معنف لأقصاله هو لديه الخصانة التي لا يمكن المس بها في قوانين الأحوال الشخصية إلا في حالات نادرة واستثنائية ومنطدار استثنائيين نستمع إلى شهادة ريتا التي تابعنا تفاصيلها جميعاً هذا الأسبوع في الإعلام ترجمة نادرة واستثنائية أنه لا يمكن أن يكون أصدقاً على الضفور أفضل منهم وهو النادي أنا خلطة المهم اللحم والدمي أنا ليس منهم هم هم جميعاً يساهم اللي بتاعوا عليهم لما يكون ولد مريد هم أنا أسأل علي أنا على الحبل قصتي التي صارت معي وشو صار؟ أنا أمكة تلوكية من جوزة 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 شيرا ورما جوزة ما عمل جوزة كتابي وهو في إيراق يعني قبل يكون مسيحي ونتعمل وعملنا زواجنا مسيحي لكتابي توقفة تخلفنا أولادنا وخلقه وتعاملوا صاروا يوم كتابي الأولاد ورما توقفة جوزة توقفة جوزة بطاقة من حالة صارت توقفة فيها هدي روح طلع حاجة أي دولة دي فمتعوا لي بشيعة تفتش الضوغة وللبيعي أنه قدرتي عم يجيب ومسكانت دارت بالمدارة موجودة وكانت أفتش الضوغة ومزاولين بالمدارة وعملينه من ورمه وطا هم وطا موسعو هيا بابا استرد. طبعا يا رب إلهي أبو إلهي بقعد لأنبي أموت أبوك أنك تشارك هل أبوك أنك تشارك أبوك أسر إلى هناك؟ أبوك أنت أنا أماعد الأنبو ، أنت متعمل أسروا النار إنه يتحقق التعالي لأكون بحي cuántي يتحقق هذا هو الطريق هل يتحققه؟ وحاحك المزد في التعالي موجود. فولما توقف خطي تدور دقيق من الولادي عينيما شي عالي الولادي يتنو بيخلط اي شي ويروع عالك هجل عيد التنمية الضوءين. اما لن تجيب الملاك يعني وطلع عالي ملاك. هو الوضفة الـ 22-9-2013. عالين انو الـ 28-9-2013 عش حضر اعمامي مدرمه قسين جهازي لدارنا مهاري للطارفة الشاعية وعمين مسيط وافيته بـ 15-15. وانا محضر الدرك موجود معي انه هو قايمة تتوقفه بـ 22-9-2013. فانا كل ياللي بطلبه وكل ياللي مدية انو انا ولادي ما ينشو بوراء مزاورة وبوراء وعنية. انو انا بدي حقوق اولادي. انا ولادي مش انو بيربه ووضاقه في قراءة ووضاقه واخنينه ومزاورة. وانا الوصاية لازم تكون لانو انا انا امها دعوة الولاد. مش قلب اللي بحكم فيه بحكم اولادي اللي بحوموني الحضانة. اللي طلعين عراق حبس فيه. انو ايه اخيت في اولادها. ايا عراقية اللي بقال يا مشتوى عندنا عيش ايه بعدها. ايا تخلف انو هم بتخطف اولادها. وين هي انو بعض بتصير اللي عنهم تدورتنا نحتى. كل هذه المحكمة بتصير من المتقلات المتقلات يعني المعادينا في هذه القصة اللي لازم نلاقيه. كان عنا محكمة نحن عندنا محكمة محكمة. انا محميتي محكمة محكمة. انا محكمة. اعترف انو هو زول لانو فيه مياس. مياس انا قلت له انا ازا اتفعش مجرس لأبنا بتكتبله شاكو الارض باسمه. مش انو هنبدلنو غازهب وزويل. وفيك مسلا تكتر عادة تعملنو هادا الشيء. يعني زلاء اتفعش بناقلنا. اتفعش انت. فهو انو صاريه قول ملاق من حقه يعمل عيدي. وانو اعترف انو متزول وانو اعترف انو كبال المياس. وبالمحكمة قال لي انو اسعد حقه عن حد استابعي. وعن المسايد. وعن كل ماضي بشتر. وانو اعترف انو محكمة. وانو اعترف انو محكمة. وانو اعترف انو بيدحقونا عشو كويفر جوز بسلاح. وانو يتجمع لنا. اه بل هالبجوني. وانو تجمعيني بسلاحة بل الإلكتروني. فضلانا راكين من عالم مخفر الجديد. وهو من الدولة. اشخو دورة اش كان مهم يعني. لما قلنو انو هننا لايوان مذكرة. بحث تحدي. توقيت ما حدا منهم بطلع للشيخ. بس طلعوا فيه لعلي. وحكسوني لعلي. وهمنا كلهم مارسة. وفين. انو هننا لايوان بحث تحدي. وانا توقف. وهمنا معايدي عم تسل بلداني عم كام. كانوا يطيري ان توnej والا الأدار بحث تحدي ا۱ بدتت القارضان دائدة المترجم للقناة 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 المترجم للقناة